بسم الله الرحمن الرحيم في كتابه الكافي فصل ويجب تعيين النية لكل صوم واجب وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارته أو من نذره نعم قال الإمام القدامر فصل ويجب تعيين النية لكل يوم واجب تقدم أن الجمهور يقولون يجب تعيين نية الصيام وأن من لم يعينت الصيام كل ليلة فلا يصح وهذا في الحقيقة قد لا يظهر الخلاف إذا كان الإنسان مستيقظ فيما يظهر والله أعلم لا يظهر الخلاف لأن في الغالب أن الإنسان حين يكون مستيقظا في ليله ويكون صوم متصل في الغالب أنه ينوي مستصحب للنية يعني لا يرد مثل هذا فيما يظهر الله لكن يظهر فائدة الخلاف كما تقدم الإشارة إليه لو أن إنسان مثلا نام قبل غروب الشمس لوله بلحظة ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر نام هل يصح صومه أو لا يصح صومه سبق أن الجمهور يقولون يجب تعيين نية فعلى قولهم من لم يستيقظ من الليل لا يصح صومه نام قبل طلوع الشمس استيقظ بعد طلوع الفجر صومه يصح طيب أصبح ماذا يصنع يمسك هذا اليوم يقضيه والغريب أن هذا قول الجمهور والأظهر هو القول الثاني كما تقدم لشرح إليه قول مالك رحمه الله ورواية عن أحمد وهو الصحيح خصوصا في هذه الصورة بصرف النظر عن كون النية تجزي يعني حتى لو قيل إن النية لا تجزي في جميع الشهر لو فرض أن هذه الصورة يصح صومه لو فرض أن إنسان غلبه النوم فنام قبل مغروب الشمس فلما يستيقظ لما طلوع الفجر فليظهر أن هذه الصورة يقال جزما أن صومه صحيح لأن هذا أمر ربما لا حيلة فيه قد يقلبه النوم مثلا بسبب أو قد يكون لتعب مثلا لكن في الصورة الأولى وكون مثلا ينوي جميع الشهر ربما يكون الخلاف قوي أما في فروعها في مثل هذه الصورة جزما أن صومه صحيح وذلك أن النائم في حكم المستيقظ مخاطب ولهذا بإجماع المسلمين يقضي ما فاته من الصلوات من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا كرها وهو في حكم مكلف مكلف لكنه رفع عنه في هذه الحال وإلا هو مخاطب بخلاف من أغمي عليه لذا كان الصحيح أن صومه صحيح أن صومه صحيح ولا يقضي لكن الجمهور قالوا يمسك لأجل حرمة اليوم ويقضي هذا اليوم لأنه ما نوى قال ويجب تعيين النية لكل يوم واجب وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان يعتقد أن الصائم غد لا يتلفظ من نية ما يشرع التلفظ بها ثم الاعتقاد نوعان اعتقاد استحضار حقيقي واعتقاد استحضار حكمي ليس الواجب أن تستحضرها حقيقة لو أن إنسان مثلا صائم في ليل رمضان ربما يغفر ويسهو لكنه مستصحب للنية قد يغفر وينسى مثلا ويأكل طعامه ولا يدري يستحضر النسحور مثلا أو أنه لصيام غد فصومه صحيح ربما يأتي إنسان يدخل المسجد لصلاة الظهر فيكبر فبعدما كبر لا يدري ما هذه الصلاة هذه الصلاة ما هي صلاة الظهر صلاة عصر لكنه حتى الآن لم ينويها عصرا غعزبت نيته عنها لكنه يعتقد أنها فرض الوقت أنها فرض الوقت فصلاة الصحيحة ولا يشترط أن يستحضر أنها صلاة الظهر يستحضر أنها فرض الوقت فإذا كان هذا في الصلاة في الصوم من باب أولى أو من كفارته أو من نذره وهذا لأن الكفارة صومها واجب النذر صومه واجب فلابد من النية نعم وعنه قال رحم الله وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان لأنه يراد للتمييز نعم وعنه يعني علي محمد رحمه الله لا يجب تعيين النية لرمضان ويا إخوان الحلقة يعني لا يجب استخطيها يعني الواحد لو كان عنده اجتماع مع أصحابه مع إخوانه لا يرى أن يفعل مثل هذا فكيف إذا كان في حلقة يتلى فيها كلام الله وكلام أهل العلم الصحابة رضي الله عنه كانوا مع النبي عليه وسلم كأننا مع الرسم الطيب نحاول نقتدي بهدي سلفنا الصالح يعني نسان يريد الخير ومع ذلك يفعل مثل هذا في رمضان وفي آخر أيام رمضان يرجو الخير ختام الخير فإجلال كلام الله سبحانه وتعالى وإجلال كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام أهل العلم من أعظم القربات من أعظم الحسنات حين تجد حلق فإن هذا من إجلالك لله إذا كان من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم فكيف في إجلال كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما ينبغي فيه نشر العلم بعض إخواننا قد يخفى عليه هذه المسائل ويقع في مثل هذا ولهذا ينبه في مثل هذه المسائل على أهميتها وأنها من أسباب الخير وأسباب البركة خاصة في هذا الشهر العظيم في بيت الله الحرام وفي شهر رمضان وفي آخر هذا الشهر وأن آخر الأعمال هي خواتيمها وأواخرها أفضلها أفضل الأيام والأعمال الصالحة هي أواخرها أفضل اليوم آخره يوم الجمعة أفضله آخره النهار أفضله آخره ولهذا صلاة العصر من ترك صلاة العصر حبط عمله وهي الصلاة الوسطى العشر العئذ الحجة أفضلها آخرها التي هي آخرها يوم عرفة ويوم النحر عشر رمضان أفضلها آخرها والإنسان يرجو من الله الخير ويرجو أن يختم له بخير نسأله أن يختم لنا لكم بخير وأن يتقبل أعمال أمنه وكرمه يقول رحمه الله قال رحمه الله وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان لأنه يراد للتمييز نعم وعنه لا يجب التعيين النية لرمضان هذه كما تقدم لأنه يراد للتمييز وجمل رمضان متعين له لا يحتمل سواه والأول أصح الأول أصح يعني معنى نية التعيين لرمضان نية التعيين لرمضان إن كان مثلا المراد أنك تعين أنه رمضان فالمعنى لا يصح أن تصوم بنية مطلقة ولو بنية أنه واجب لكن الصحيح أنه يصح ولهذا سبق مسألة معنا في ليلة الثلاثين في ليلة الثلاثين شعبان حين يشك ولا يعلم هل غدا من رمضان أو ليس من رمضان كما سبق مسألة إنسان نامي يقول أنا لا يشق علينا أن تظر الخبر فيقول في نفسه إن كان غدا من رمضان فان أصائل يعين يطلق النية على أنها صوم واجب هو ما عين من رمضان نية معلقة لكن نية على أنه صوم واجب للحاجة إليه للحاجة إلى ذلك ولها كان الصحيح أنه يصح صومه يصح صومه لكن حين يعلم أنه من رمضان غد الرمضان فإنك تعين نية رمضان ما تقول أنه صائم غد رمضان أو كفار لا إنما إذا نويت الواجب عنك فالواجب في هذا الشهر منحاصر في رمضان ما فيه واجب غير رمضان لو نوى واجب غير رمضان ما صح لو إنسان مسافر جاز له الفطر قال أنا سوف أنا سوف أصوم أيام علي نذر نذرت خمسة أيام سوف أصومه في السفر يعني يجوز له الفطر هل يصح ولا ما فإنت المسألة إنسان مسافر يجوز له الفطر ولا لا يقول أنا سوف أصومه خمسة أيام ويجوز له الفطر لكن أنا سوف أصوم خمسة أيام من نذر علي في السفر هل يصح زاك الله خير سحلت له يقول عطني الدليل طيب نعم والسؤال ما هو عليه نذر عليه نذر خمسة أيام يقول أنا سوف أصوم هذه النذر في سفري في أيام رمضان هذا هو الصحيح نقول هذا بلا خلاف إلا كان قوش هذا في قوش هذا الله أعلم لكن لا يصح عليه قضى مثلا يقول أنا عليه قضى تذكرتها الآن من رمضان الفائت خمسة أيام سوف أقضيها في أيام رمضان لأنه مسافر يجوز الفطر يجوز صوم لأن هذا ضرف لصوم رمضان لا يحتمل غيره فإن ردت أن تصوم تصوم رمضان تصوم رمضان لا تصوم غيره نعم قال رحمه الله وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه والأولى أصح والأولى أصح لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعين كالقضاء نعم وهذا لابد التعين لكن التعين قد يكون بتعينه من رمضان قد يكون تعين صوم الواجب وفي الغالب إذا عين صوم واجب عينه من رمضان إنسان لكن قد يغفل الإنسان مثلا يصبح صائم وتعزب نية عن رمضان صوم الصحيح وتقدم أنك تدخل المسجد وتعزب نيتك يعني تغيب عنك تغيب نيتك عن هذه الصلاة الحاضرة هذا يقع كثيرا كثيرا ما يقع تدخل المسجد أنت تكبر ربما خاصة إذا كان مستعجم ويغيب عنك أنها صلاة الظهر مثلا يغيب عنك أنها صلاة الظهر فتكبر على أنه فرض الوقت فتصح صلاتك لأنك تؤدي فرض الوقت نعم قال رحمه الله فلو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل أو نوى نفلا أو أطلق النية صحة عند من لم يوجب التعيين لأنه نوى الصوم ونيته كافية ولا يصح عند من أوجبه لأنه لم يجزم به والنية عزم جازم هذا مثل ما تقدم يعني تعليق النية لكن قوله فهو نفل فهو نفل هذا موضوع نظر لأن صوم النفل لا يجوز تقدم رمضان صوم يوم أول يومين إلا من كان له صوم من كان له صوم في هذه الحالة له أن يصوم أن كان له صوم فإن له صوم لكن الصحيح تعليق النية عند الحاجة لا بأس بذلك نعم قال رحمه الله وإن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا لم يصح على الروايتين لأنه شك في النية لأصل الصوم نعم وهذا في الحقيقة ليس شكا إنما تعليق عند الحاجة وهذا عند الحاجة وإن كان خلاف قول الجمهور فالصحيح أنه لا بأس به لأن النية تتبع العلم وليس عنده الآن جزم بأن غدا من رمضان لأنه لم يعلم خبر الهلال تأخر مثلا خبر رؤية ولم يمكنه معرفته إلا لما أصبح لما أصبح علم أنه من رمضان وهو قد علق نيته إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ينوي أنه صائم من رمضان وهذه نية معلقة للحاجة ف جازت وصحت نيته نعم قال رحمه الله ولا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض لأنه لا يكون إلا فرضا نعم هذا مثل ما تقدم ولا يفتقر يعني إذا قال مثلا عين أنه يصوم إنه من رمضان يعني الحقيقة هذا هم يفرضون رحمه الله مسائل يعني إذا قلت أنا صائم غدا صائم رمضان هل يشترض أن تستحضر أن رمضان فرض هو يقول ولا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض مثل صلاة الظهر تنوي أنك تصلي صلاة الوقت هل يشترض أن تستحضر فرضية الظهر هو في الحقيقة نيتك صلاة الوقت في معنى الفرض لأنه لا يكون إلا فرضا نيتك صوم رمضان في معنى تعيين نية الفرض لأنه لا يكون إلا فرضا نعم قال رحمه الله ومن ولا يفتقر مع التعيين إلا نية الفرض لأنه لا يكون إلا فرضا وقال ابن حامد يحتاج إلى ذلك لأن رمضان الصبي نفل هذا قياس مع الفارق للصبي لكن هذا للبالغ وللبالغ لا يكون إلا فرضا نعم ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله نعم هذا الصحيح وهما ذاب الشافعية خلافا لبعضها العلم الذين يقولون النية لا تبطله فلو أن إنسان قال نواء الفطر إنسان في السفر نواء الفطر جزما ثم ذهب سوف يشتري شيئا أو ذهب مثلا يأخذ طعام من سيارته لم يبقى شيئا حكم صومه نعم نواء نعم ومن نوى الخروج من صوم الفرض يبطله لأنعمال بالنيات لكن قال إن وجدت ماء أفضرت في هذه الحالة نوى بقلبه وما وجد ماء يصح صومه لما يصح لماذا؟ لأنها لم يجزم متردد متردد والأصل ماذا؟ أن النية قائمة ولا يترك الأصل واليقين بالتردد بالتردد لكن جزم بطلت إنسان في الصلاة نوى الخروج منها بطلت بطل بالتردد لا يبطل فيها ومذكروا صور لكن مقصود أنه لا يخرج منها إلا من للأعمال بالنيات وبعضها العلم يقول لا تبطل لا يبطل صومه إلا بالفعل لا بالقوة يعني بالنية لكن الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام إنما بنيات وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والنية أساس العمل إذا ذهبت النية ينتهى العمل ما في فرق إذا نوى الفطر ما في فرق بينه وبين المفطر إيش الفرق بين المفطر والصائم إنسان ترك لم يأكو شيئا لأنه لا يشتهي من طلوع الفجر إلى خروب الشاس ما يعتبر الصائم إنسان لم يأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأنه لم يجد شيئا ليس صائما ممسك خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاء واخرى تحت كل لجمة الصيام الإمساك إني نذرت للرحمن صوما إمساكا فالصوم في اللغة الإمساك فهو ما خرج عن صومه لغة لكن الصوم الشرعي هو الصوم عن المفطرات الخاصة من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس نعم قال رحمه الله لأن النية الشرط في جميعه فإذا قطعها في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط نعم بركة إذن ذكر رحمه الله أصلا مهما النية شرط خلى المشروط في جزء منه وش حكم المشروط باطن الفقر يشيرون في هذا هو طبعا هو رحمه الله يشير إلى مسائل قواعد مهمة تحت فروع كثيرة فهو يشير إلى فوات الجزء فات جزء منه فات المشروط الوضوء يعني الصلاة شرطها الوضوء إذا فات شرطها بحدث فات المشروط ولم يصح ولا شك أن هذا هو الصواب في هذه المسألة وأنه في هذه الحال عليه أن يقضي هذا اليوم بإفساده له بالنية نقبل على هذا بارك ترجمة نانسي قنقر